السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو فنقوم بمحاولة حل هذه المتراجحة لدينا 2 جدر 2 في جدر 2 على 2 لكل القوى بحيث أن ينتمي المجموعة الطبيعية التي هي 1, 2, 3, 4, 5 إلى زائد من النهاية حيث لا توجد فيها الفاصلة ولا توجد فيها الأعداد السالبة ما بها الصغار تماما من العشرة قوى نقص 2 يمكنك إيقاف الفيديو ومحاولة حل هذه المتراجحة أما الحل فوق التالي لدينا 2 في الأصل هي 2 قوى 1 لأن لدينا أي عدد في الأصل هو ذلك العدد قوى 1 في جدر 2 هي في الأصل 2 قوى 1 لأن لدينا أي عدد داخل الجدر هو في الأصل ذلك العدد قوى 1 في نفتح القوس الذين يجدروا 2 التي قولنا للتو أنها 2 قوى 1 في 2 لما تكون في المقام تستطيع أن تصعد هنا وتصبح قوى ناقص 1 كيف ذلك لدينا لما نقول 1 على 10 هي 10 قوى 1 كذلك أمر بالنسبة للإثنان الكل قوى 1 الكل قوى 1 هنا كيف ذلك؟ لدينا 5 قوى 3 كل قوى 4 فماذا تسوي؟ تسوي 5 قوى 3 في 4 وتسوي 5 قوى 12 فهنا ماذا سوف تصبح تصبح 2 قوى 1 في 2 قوى 1 سوف يدخل هنا ويدخل كذلك هنا في 2 قوى ناقص 1 أصغر تماما من العشرة قوى ناقص 2 بما أن الأساس متشابه فكل ما علينا فعله هو فقط أن نقوم بكتابته مرة واحدة والقيام بجمع القوى فماذا تصبح تصبح 2 قوى مرة واحدة ونجمع القوى 2 زائد 1 على 2 زائد 1 على 2 أن زائد أو بالأحرى ناقص 1 ما بها أصغر تماما من العشرة قوى ناقص 2 والآن نقوم بتحيد المقامات في القوى هنا نلاحظ أن المقام المشترك هو الاثنان فنضرب هذا الواحد في الاثنان ونقسم على الاثنان زائد الواحد على الاثنان زائد الواحد على الاثنان ناقص اثناني على اثناني آن نقوم بضرب ناقص واحد آن في الاثنان ونقسمه على الاثنان أصغر تماما من العشرة هو الناقص اثنان الآن نقوم فقط بعملية جمع القوى فاثناني على اثنان زائد واحد على اثنان تسبب ثلاث على اثنان نكتب هنا ثلاث على اثنان زائد واحد على اثناني آن ناقص اثناني على اثناني آن فماذا تصبح تصبح لدينا ناقص واحد على اثناني آن ناقص واحد على اثناني آن أصغر تماما من العشرة قوى ناقص اثنان الآن قلنا لدينا اثناني قوى ثلاثة على اثنان ناقص واحد على اثنان آن أصغر تماما من العشرة قوى ناقص اثنان ماذا سوف نفعل الآن؟ سوف نقوم بإدخال لغاريتم على الطرفين ندخل لغاريتم هنا وندخل لغاريتم هنا عندما أدخل لغاريتم على الطرفين لحقل القوة في اللغاريتم أنها تنزل إلى هنا فماذا تصبح هذه القوة سوف تنزل تصبح 3 على 2 ناقص 1 على 2 بين قوسين في لغاريتم 2 وهذه من الخلاص لغاريتم وناقص 2 تصبح هنا لغاريتم 10 ماذا سوف نفعل هنا لدينا هذا العدد مضروف في لغاريتم 2 الصغر تماما من ناقص 2 لغاريتم 10 ماذا سوف نفعل سوف نقوم بتحويل لغاريتم 2 إلى هنا نقسم هنا لأن هنا بضرب تحول إلى هنا بقسمة فماذا تصبح سوف نحول هذه إلى المقام هنا فتصبح لغاريتم 2 هنا وهنا يسير بمقدورنا أن ننزل الأقواس هكذا فماذا سوف تصبح سوف نقوم بتحويل 3 على 2 إلى هذا الطرف فتصبح من هنا تسوي ناقص 3 على 2 ونقوم بحثفها من هنا الآن عندما نقوم بحساب هذه بالآلة الحاسبة سوف نجدها كالتالي تصبح لدينا ناقص 1 على 2 أن أصغر تماما من ناقص 8 حاصل 14 الآن نضرب هنا في الناقص 1 ونضرب هذا الطرف كذلك في الناقص 1 سوف يتغير اتجاه المتراجحة لأننا ضربنا في الناقص 1 فالمتراجحة لما أضرب في الناقص 1 يتغير الاتجاه فتصبح بهذا الشكل الآن ناقص 1 في هذه الناقص تصبح زائد والناقص 1 في هذه الناقص تصبح زائد والواحد لا يؤثر الآن ماذا لدينا؟ لدينا أن أكبر تماما من 8.14 على الواحد على الاثناني والواحد على الاثناني يستطيع أن يصعد هنا ويصبح يعني محكوز كان واحد على الاثناني يصبح اثناني على واحد والواحد في المقام لا تؤثر فنقوم بنزعها كليا وهنا لدينا علامة الضرب فتصبح لدينا أن أصغر تماما من 16.28 وبما أننا في مجموعة عدد طبيعية فنقوم بأن الآن يجب أن تكون أصغر قيمة له هي 17 لأننا في مجموعة عدد طبيعية ترجمة نانسي قنقر